السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم من جديد في حلقة جديدة عند شوات نقاط كده حابة أتكلم عنها في مباراة الأمل وكيكوسي واحدة من المباراة اللي يمكن كل سودانيما بين سوران والأمل اليوم يمكن جابي نتيجة كبيرة جدا جدا معارضة خارج أرض بثلاثية نظيفة بعد ما كان هناك أسبان واحد وضيع مهرجان من الأهداف أنا إن شاء الله حتكلم عن بعض النقاط اللي يمكن استشفيتها من هذه المباراة الناس لا تنسى اللايك لهذه الحلقة وكمان الاشتراك إذا كان أنت لا مشترك لازم تشترك في القناة وكمان تفعيل زر الجرس بداية أنا مبارك لكل جمهور الأمل وكل جمهور عطبرة وكل جمهور الكورة السودانية بتفوق الأمل بثلاثية نظيفة على كيكوسي الزنجباري وكمان أعتقد أن مباراة زي دي بالنسبة لي بشكل عام لمن تفوز خارج أرض بثلاثية بتأكيد هي يعني إنزار كبير جدا بالنسبة لكل الأندية البتباريك على المستوى الفريقي في كاس الكنفدرالية بالذات أنت جاي من التمهيدي وانت رابع الدوري السوداني رابع الدوري السوداني بفوز بثلاثية أو بربعية بمجموعة المباراتين حتى يعني يمكن لما نتكلم عن إنه فريق زي الأمل معظم نجوم المميزين بيمشي منه أعتقد أن هذه واحدة من النقاط الممكن أن الناس تكلمت عنها بشكل كبير في إنه هلال لبيض والأمل عطبراوي باعوا كل النجوم لهلال مريخ في الفترة الأخيرة وما احتفظوا بالنجوم والممكن يساعدوهم على المستوى الفريقي لكن برضو جاتنا حالة من الإفار طيب إحنا لنجينا نأخذ نقاط كلها ونبلويرا أو نبوطيقة في بوطيقة كده ونحاول نأخذها كمادة بالنسبة للأمل أنا برضو هتكلم عن بعض النقاط المهمة جدا جدا أولا فوز الأمل خارج أرض السودان بعد ما فازنا واحد صفر وضياع مهرجان من الأهداف في مباراة يمكن كانت بالنسبة للأمل ممتازة جدا جدا من حيث صناعة اللعب وحتى من حيث يمكن تكلم عن فريق زي ما قلته من شوية فقد نجوم وفي نفس الوقت جاء يحاول استقطب نجوم وفي نفس الوقت قدر تظهر بشكل جيد وكسب واحد صفر معين النتيجة كانت شوية صعبة جدا وسلاحزوا حدين إلا أنه لمن مشى خارج أرضه برضو كانت فيه شخصية كويسة جدا الشخصية القدمة الأمل إحنا ما ممكن نختزل كل الكلام ده نقول أنه الفريق الثاني كان ضعيف أو كان زي الضيف في ملعبه لكن ممكن برضو نقول كلام تاني إيجابي في أنه ليس يكون مثلا كفاح صالح ومحسس سيد مدربي نادي الأمل اللي هم موجودين في الجهاز الفني أنه معملوا شغل كويس جدا في المباراة دي وقدروا يجهزوا لاعبينهم بشكل ممتاز جدا جدا وده شيء يحسب ليهم في مباراة تاقدين أنه يمكن تكون المباراة التاريخية ويمكن تكون نقطة انطلاق بشكل جيد جدا بالنسبة لأمل على المستوى الإفريقي في كاسة الكنفترالية تحديدا خصوصا أنه كل أندية بتلعب دائما على المستوى الإفريقي في الكنفترالية تحديدا بتتقدم بشكل جيد جدا وبنتكلم عن هلالوبيت كلمنا عن أخوار طوم الوطني تكلمنا عن أهل الشندي هلال مريخ كلهم كانوا بيلعبوا بشكل جيد في البطولة دي ممكن تكون هي كبطولة أضعف من دوري أبطال إفريقيا هنا معناها نحن نحسي بهذا الفوز ما بينقولون الفريق الثاني ضعيف إلا أنه برضو في جهاز فني شغال بشكل مميز جدا جدا في الأمل كفاء صالح وأيضا محسن سيد والجهاز المعاوين لهم بتأكد لهم يكون الاحترام في أنه مقدم ونموذج كويس جدا بالنسبة لتجهيز اللاعب السوداني وأنه يفوز بثلاثية خارج الأرض ممكن يكون في مريخ هلال قبل كده فازوا بنتائج كبيرة جدا خارج الأرض اللي أنه بالنسبة لي ما متذكر في الوقت القريب بالذات في آخر عشر سنوات إنه شفته فريق سوداني فاز خارج أرضه بثلاثية نظيفة في أرض الضيف وهو في أرض المضيف وهو كان ضيف في هذه المباراة تحديدا فبالتالي مبروك للأمل في أن المباراة تحديدا عددنا منحنتان لأننا نحن ممكن نفوز واحد اثنين وثلاثة واربعة تعالوا نأخذ برضو الكلام الثاني اللي ممكن يكون أقرب للواقعية كل الاحترام فيه أنه مقدمه جيم كويس جدا جدا الانتجاه الثاني اللي بتكلم عنه اللي هو مثلا الفريق الثاني فعلا كان باعتباره أنه جهنة كان ضيف وهناك ما شف أرضه كان ضيف الفريق ممكن يكون ضعيف جدا أنا ما بأخذ إنه ضعيف في فكرة إنه كنت فوزك ده ما له قيمة أنا بأخذ ضعيف في نقطة إيجابية تانية مختلفة تماما في إنك كنتك نادي أعتبره ضعيف ونقول مستوى هذا ما المستوى بتاع الأمل اللي ممكن يخليه يمشي في البطولة بشكل جيد جيد أنا أخليه إنه دي نقطة انطلاق بالنسبة لي نتيجة كويسة جدا فوز إيجابي كويس جدا نتائج إيجابية بأقدمه في بداية البطولة تخليني أنا أخذت الفريق ده كفريق عادي جدا وأقدر أقدم العرض الأفضل في المباراة الجاية وتخليني أجهز بشكل جيد جدا في التباري الإفريقي في الدوري السوداني بشكل عام فدي النقطة الممكن أن نتكلم عنها تانية النقطة المهمة جدا نقولها تسجيلها ثلاثة هداف الهدف اللول صراحة واحدة من الهدف الممكن زي ما أنا شفته إنه هدف فيه تفاصيل حلوة وفيه تفاصيل ممكن تكون غير جيدة بالمرة أنا أحترم جدا أكرم العادي السليم وعجبني جدا هدفه وفريد وجديد وفيه مغامرة وفيه كده زي ما تقول رغبة لعب عايز يقدم حاجة كويسة جدا وفيه احترام من الفريق للعب أكرم بس كمان فيها خطورة فيها خطورة كبيرة جدا في حين الفريق لو كان الفريق الثاني الكورة القدم أو الكورة اللي انت شدتها من ضربة سابتة سجلتها كحارس مرمى هي كرقم وكتاريخ بالنسبة لك كحارس مرمى سجلتها على المستوى الإفريقي لكن كمان لو انت الكورة ضربت في العارضة الحارس استلم انت كنت حتكون يعني المبارح قالي بليك 360 درجة فبالتالي كانت خطرة جدا هي أكيد الحياة الحلوة تجي من حياة الخطرة أنا لو كنت مدرق في مكان مستحيك كنت أخليه يشوت الضربة سابتة حتى ولو كانوا يمكانياتوا عالة جدا لأنها هي نسبة إنها تسجل ممكن تكون زي نسبة إنها تضيع 50 فبالتالي أنا بضربة 50 دي في إنها ممكن تمشي قوني وتسجل عليه هدف وتكون النتيجة مالة تعادلية حتى ولو كانت أفضلتها في المباراة فبالتالي زي ما أنا قبل قلت لكنك انت كفريق ممكن مباريات زي دي حتى لوكات ضعيفة بعد تسجل فاته ثلاثة أهداف ونقطة إيجابية تذهل من فريق يكون ضعيف تكون لك انطلاقة إيجابية ليما يكون الفريق الثاني في ضربة سابتة ممكن تكون فيها ستتار يخليه يرجع في النتيجة بيقون عكسي عليك أنت وفي نفس الوقت تكون شنو الفريق الثاني رجع في النتيجة ويقدر يقدم جيم عالمي بالنسبة له ويقدر برضو تكون منسبة له نقطة إيجابية عيود بيها في البطولة بشكل عام فبالتالي يقون حلو ممتع زريف كلنا استمتعنا بيه إلا إنه صعب جدا جدا في مباراية زي دي إنك تلعب بعدم المسؤولية ده بالذات من جهاز فني ولعبين وكلهم مسؤولين من القون ده تحديدا لكن القون برضو فتح المبارا بشكل عام وفتح الباب على مصرعيه للعبين عادل الفجر والواك وسجلوا أهدافهم وأعتقد إنها واحدة من مباريات الممكن تكون كويسة جدا الفجر كان هدافي أدور الممتاز وقدم قيم كويس جدا ألوك برضو قدم برضو واحد من أهم المباريات بالنسبة له ولا هم من دينه في الدور الممتاز كان النجومة دور الممتاز وبالتالي الأول العضبراوي بالنسبة له بشكل عام كفريق أعتقد إنه واري جدا يمشي بشكل جيد في المطور لكن محتاجين إنه يكون أكثر تحضير وأكثر ثربات وأكثر يعني شوفت له برضو واحدة من اللاحظات المهمة جدا الناس ممكن تابعتها ولحظت إنه الأول مرة شوف اللاعب السوداني ككتلة عضلية وكبنيان جسماني أفضل من الفريق الخصم على المستوى الإفريقي فالحيثنا أتمنىها أشوف دايما على المستوى مبارياتنا الإفريقية من أندياتنا السودانية أنا في النهاية مبسوط جدا في أن الأمل كسب بثلاثة وإمكان الحلقة الآخرت مع ليش لكن برضو أحاب برضو أعمل إضاءات عن هذه المباراة تحديدا وبرضو في نفس الوقت الناس ممكن دايما بتتساءل فيه وليه أنت ما بتضيف الفيديوهات والكلام يا جماعة الفيديوهات أحيانا نحن بنضيفها نسبة الليوني ممكن تكون فيديوهات عليها الحقوق والفيديوهات عليها حقوق لو نحن وضفناها في القناة بعدما القناة يمكن عدت يمكن بيقت ماشي لك الدام فمن الصعب تعمل الحاجات هي ما تبعك أنت فبالتالي أي بلاغ حيقوم يحزف الغناء من اليوتيوب وتعمل لك اندارات ممكن تحاول توقفك من شغل اليوتيوب فبالتالي دايما بنحاول بقدر الإمكان ونوصل لكم الصورة مني أنا وفي نفس الوقت إن شاء الله في القادمة الأيام بنحاول بقدرة الإمكان نقوم معكم بأدوات تقرى توصل لك الصورة بشكل أفضل ولو قدرنا نجيب صورة أو حاجة في فيديو من غير حقوق حنحاول نبست لكم على طول زي ما أنا أحيانا بعمل في بعض الفيديوهات لكن فيديوهات حقا غنوات تلفزيونية من الصعب جدا جدا أنت تنقلها هنا في اليوتيوب ديمكن كانت رؤية إلى حلقة هذا اليوم شكرا لكم كتيرا لحسن المتابعة وإن شاء الله دائما تأمين أول آمين شكرا